أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ضيف أنفاس ضيفنا اليوم حسن كرام مدير مؤسسة داتا كوربوريشن للحماية المعلوماتية والتحسين السيبراني وذلك لتسليط الضوء على تحديات المطروحة أمام المغرب في هذا المجال أهلاً وسهلاً أستاذ كرام مرحباً بك بداية المشاهدين نقدم نبدأ تعريفية عن ضيفنا الأستاذ الحسن كرام الأستاذ الحسن كرام هو المدير العام لشركة داتا كوربوريشن متخصصة في تحسين نظم المعلوماتية والحماية السيبرانية دو تكوين أكاديمي في مجال المعلومات بالمغرب ساك نيم أكاديمي دولاجونس فرانسيز دولا سيكوريتي دي سيستام دانفورماشيون فرانس مستشار عن إدارة المخاطر لدى مختلف المنظمات الوطنية والدولية راكم خبرة ميدانية طويلة كإطار سابق في المعلومات لدى مؤسسات سيدي جي كابيتال مدير سابق لشركة ماروك أنفو المسؤول السابق عن خلية المعلومات مكلفة بإدراج تكنولوجيا والنظم المعلوماتي للتحكيم بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة والمكلف بمشروع تنفيذ والتكوين على تكنولوجيا تحكيم الملاكمة الجديدة في المغرب وأصغر قادي دولي للملاكمة بالعالم سنة 1997 حكم دولي مكلف بالتحكيم الإلكتروني للملاكمة الرئيس المؤسس للجامعية المغربية لتحسيس من مخاطر المنشطات نعشر لسبعة كتب من 2000 إلى 2018 إذن سيرة ذاتية غنية لضيفنا الكريم بداية استلحسنا في نظرك ما هي خطورة التهديدات الرقمية على الاستقرار والأمن الإنساني أمتداء أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمحطتكم ومنبركم الإعلامي الجاد والهادف أنفاس وهي نفيسة كذلك حقيقة الحديث على موضوع التهديدات السيبرانية ومخاطر التوسكية السيبرانيتيك هو موضوع دو شجون فإذا أردنا أن نتحدث عن هذا المجال ينبغي أن ننطلق من تقرير دافوس تقرير دافوس الذي تحدث عن المخاطر والتهديدات العشر التي تهدد الاستقرار الإنساني والأمن العالمي أشار في بدايتها إلى التهديدات المناخية كأول تهديد والكوارث الطبيعية كثاني تهديد وإلى الهجومات السيبرانية كثالث تهديد وإلى سرقة المعطيات كرابع تهديد تهدي الاستقرار الإنساني ما بين فترة 2018 إلى 2028 وبالتالي هذا الموقع للجرش التهديدات من بين الأربع الأوائل فيما يتعلق بالتهديد السيبراني أو بسرقة المطيات ما جاء من فرح جاء نتيجة لتكنولوجيات المعلوماتية من تأثير خطير على المجتمع الإنساني كما تعلمون أن 7% أن التكنولوجيات المعلوماتية تشكل 7% من البيب انتغناصيون وأن 25% هالتكنولوجيات المعلوماتية تشكل 25% من نمو الاقتصاد العالمي وهي 60% من مناصب الشغل داخل المجال الصناعي لدى الدول الصناعية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر هذه الدول الصناعية تتحكم في 85% من تكنولوجيات المعلوماتية في العالم الشيء يشكل واحد عدم توازن على مستوى الكارتوغافي ديال توزيع التكنولوجيات الحديثة أو تكنولوجيات المعلوماتية على المستوى العالمي الرقمنا عموما اليوم هي نحن مع فيصلين ومفصلين تاريخيين جديد فإذا كانت صناعات الحديد واختراع الكتابة وصناعات الطابعة يعني المطبعة وكلها تؤرخ إضافة إلى التورة الصناعية ومحرك البخاري وبعد منا في القرن العشرين الصناعات الإلكترونية تؤرخ إلى قفزة إنسانية وإلى كتابة تاريخ جديد اليوم جيلنا يشهد بداية كتابة تاريخ جديد في فصول الإنسانية وهي الطفرة الرقمية هذه الطفرة الرقمية التي ستصبح أنفاس الإنسان يتنفس الرقمي حياته كلها ستحكم فيها الرقمية وبالتالي كل ما يهددها يهدد استقرار الإنسان كفرد واستقرار الإنسان كمجموعة وكمجتمع على مستوى إدارة الأزمات السيبرانية بالنسبة للفرد والمؤسسات ما رأيك أستاذ الكرم في هذا الجانب هذا؟ شوف لأننا نحن نتحدث بمشهور بمفهوم شامل وعام ثم ندخل وهو كمدخلين ومدرجين إلى ما يهم بلدنا وهو المغرب هذه المسألة دي الإدارة الأزمات وعندما نتحدث عن الأزمات سنتحدث عن التديدات والمخاطر الرقمية لا بد أن نتحدث عن واقع المغرب أولا حتى يمكننا أن نتكلم بشكل أكاديمي وعلمي مملعج حقيقة أن المغرب حقق وحد الخطوات إيجابية منذ 2007 التي تسجيل التعليمات السامية لجالة الملك في الرمية إلى إدراج المغرب في الاقتصاد الرقمي وفي تكنولوجية المعلومات هذه التعليمات ترجمت إلى المخطط الاستراتيجي لرقمنا بالمغرب وبعد ذلك أعقبه خلف مؤسسات منها الإدارة العمال لحماية نظم المعلوماتية وليجان ومؤسسات داخل وزارات وعفوان وقيانات داخل وزارات وغير ذلك ثم تترجم إلى ترسانة قانونية وهذا مهم ترسانة قانونية وسجيل هنا سنة 2003 قانون 07 سنة 2007 قانون أعتقد 08 09 لا عفوان 2007 كان القانون 53 07 و2008 كان القانون 09 08 وقانون 05 025 سنة 2020 هذا القانون 08 متعلق بخماية المعطيات والقانون 05 2020 متعلق بالحماية السيبرانية هنا نتحدث عن إطار مرجعي وهو الخطة الوطنية استراتيجية للإدراج المغرب في الاقتصاد الرطمي نتحدث عن خلق مؤسسات ونتحدث عن ترسانة قانونية ممتاز ممتاز إذا هنا ننتقل إلى الواقع على المستوى لا على المستوى للأجراء أو على مستوى الحماية المعلوماتية والتحسين السيبراني حقاً كان مجموعة الإدارة العامة لحماية المعلوماتية مشكورة يعني وضعت خطة ووضعت واحد اللائحة واحد المجموعة للمؤسسات الأكثر واحتياجاً لحياة الأمة وخطط دفاعية وغير ذلك مجموعة من المؤسسات وملكيانات ومجموعة المستويات المغربية جد محمية يمكن أن نكون فيه وإن كان الخطة الآمنة مئة في المئة غير موجودة في التحسين السيبراني والحماية المعلوماتية لكن نسبياً قد نقول أننا في التجاز صحيح لكن على المستويات أخرى التي تشكل عصب حياة المجتمع المغربي واقتصاد المغربي كما تعلمون أن الاقتصاد هو العصب للمجتمع لما يدر من مداخل ومن منصب الشغل ومن ضرائب وتوزيع كذا وغير ذلك أجده شخصياً لا زال هناك هشاش وأقصد ما يتعلق بالمقاولات عموماً بمختلف أجناسها وبالأخص المقاولات الصغرى والمتوسطة والكيانات الصغرى المقاولات الصغرى أجده وهم في هشاشة رقمية وضعف حمائي من ناحية السيبرانية جيد 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 هشاشة جيد هشاشة وبالتالي هذا الإشكال ينبغي أن يتناول من زوايا القطع العام والقطع الخاص نعتبر أن القطع العام في شق معين فيه يعني في مستوى عاري جدا وعلى مستوى القطع الخاص والقطع الخاص نقصد به خصوصا المستوى الاقتصادي ثم المواطن البسيط لننسى أن المواطن البسيط الآن يعاني من مجموعة من الإشكالات آخرها يعني تفريغ الحسابات البنكية لمجموعة من المواطنين نتيجة لأخطاء متبادلة بين المؤسسة المعنية وبين المواطن في حد ذاته وأجد أنه واحد نسبة كبيرة يتحملها المواطن لماذا؟ لأن هناك أمية معرفية رقمية يستغلها المجرم السيبراني ويحصل على معطاية المواطن اللي يوزبون دل واحد مؤسسة معينة حط في المال ديله وبالتالي كي يسهل على القرصان أنه يسرق هذا المواطن وبالتالي هناك يأتي وهذا بيت القاسل عندي وأهمية إدارة الأزمات بالنسبة لإنتاج القوانين أي دور للأحزاب المغربية في صنع القرار لمواكبة الطفراء الرقمية والتحديات المستقبلية للايتيسي شدواء المغرب؟ هنا أستاذ أريلي هنا مسألة أساسية هذا موضوع جيد حساس وموضوع كبير للغاية ولا أجد أن المغرب فقط هو معني بهذا الأمر أو بسلبيات هذه النقطة ولأجد معظم الدول العربية والدول الإفريقية والنامية عندهم إشكال هذه إشكال ديال دور الأحزاب السياسية في المساهمة في بناء واحد منظومة وقائية قوية لما هو رقمي وصيبيراني بش يمكننا أن نتحدث بواحد لغة واضحة ومفهومة وعلمية ينبغي أن نتحدث بالمفاهيم والدلائل الأكاديمية أي دور لهذه الأحزاب في هذا المجال للسيبر سيكوريتي وهذا ينبغي أن نعلم ماذا تعني السيبر سيكوريتي أصلا ماذا يعني مصطلح السيبر ومصطلح السيكوريتي المصطلح السيبر أو ما يسمى بالمساحة السيبرانية أو الاسباس انترنت هو واحد المجموعة للعناصر المتداخلة فيما بينها ولا على رأسها ما هو بنية تحتية من اليافين بصريا ومن تجهيزات ومن شبكات التواصل يعني les réseaux de communication ومن فاعلين les opérateurs de communication ومن قوانين ومن تنظيمات ومن مؤسسات وغير ذلك وهذا موضوع كبير لأن نظر عن ذلك الوقت هذه بوحدة راح يصدر واحد الساعة وبالتالي سيصعب جدا وبالتالي الاسباس انترنت هو مجوع من العناصر المتداخلة المتفاعلة فيما بينها اللي كتعطيك واحد المجال اللي هو افتراضي واقعي وتحول إلى واقع افتراضي وبالتالي أدرج عندما أصبح واقع ابتدأ افتراض يعني مجال افتراضي وعندما تحول إلى واقعا في عالم افتراضي أصبح يعني محطة تستقطب واحد مجموعة ديال المجرمين الإجرام بمختلف تلاوينه وأشكاله ما 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 عندك إجرام في العالم الواقعي انتقل إلى في عالم الواقعي يعني الغيال انتقل إلى الغيال فيرتويل وبالتالي ظهر مفهوم السيكوريتي مفهوم السيكوريتي الأكاديمي في المجال السيبراني هو هو إبعاد التهديدات والخوف وإيجاد بيئة آمنة في المجال السيبراني هنا من هنا جاءت مسألة السيبر السيكوريتي إذن هنا هذه السيبر السيكوريتي أعطى واحد فيما يتعلق بالمانيفستسيون بالريسك والدنجار يعني تمظهرات المخاطر والتهديدات وتحولت إلى أفعال أعطى ما يسمى بأمبيزاج ديمونس مشاهد التهديدات وهي متداخرة تجد فيها الفردي كالفردي عندما نتحدث عن البلاك هاكرز يعني ذلك القرسان أو الدئب المنفارد تجد فيها الورغانساسي يعني تجد مؤسسات إجرامية كمتيراتها الفردية وهي كذلك إنسانية أفراد لكن يتكتلون فيما بينهم ويشكلون مؤسسة إن بنت كيمينال السيادة الرقمية ولاة الحرب الرقمية أنا السيادة الرقمية أنا جايك هذا موضوع آخر أنا جايك في المشهد البيزاج ديمونس هنا سنتكلم على الدور للأحزاب في المساهمة في حماية المشاهد أنا جايك في التسلسل أكاديمي منطقي على مستوى الإصطلاح ومستوى المفاهيم لكي نوصل لكي نوصل لكي نوصل لكي نوقع الحزب سياسي داخل المشهد الحماية الرقمية وتحسين السيبران نعم إذن تكلمنا على منаюсь البيزاج ومجموعة من المتدخلين أو المتدخلين الحاديث من المتدخلين وفاعلين اللي عندهم نية سيئة اللي عندهم نية سيئة في الهجوم السيبراني ولا في الاختراقات السلقة المعطية وغير ذلك كما هو فرضي عنده أهدافه وعنده أدواته وعنده الأشكال دياله كما هو مؤسساتي والمؤسساتي ينقسم إلى مؤسساتي إجرامي شخصي يعني دول طبع سيفيل وكما هو مؤسساتي رسمي لا ننسى أن هناك حروب سيبرانية ما بين الدول ما بين الدول والحرب السيبرانية الحرب السيبرانية ما بين الدول تأخذ أشكال متعددة كما هو ما يقع أثناء حروب عسكرية ما يسمى بالشلل السيبراني أن الجيش كي يشيل الحركة السيبرانية والتواصل للتليكمنيكاسي وغير ذلك العسكرية بالجيش المعادي وكما يسمى بالجراحة الموضعية لأن الدولة تسيب لأحد المجال معين وكتهجمه يعني ما يسمى بالجراحة الموضعية وعود بأن نأخذ الحرب كبيرة كمشي للقطاعات معينة جاء تطلق بغاجة جاء تطلق براجة جاء تطلق كبيرة جاء تطلق سنتر جاء تطلق جانب الاسترطان سيبراني ما يتطلق جاء تطلق أن الحزب له دوران دستوريا وتأطير المواطن وتأطير المواطن والمسامة في تدبير شألال والتأطير المواطن كيدخل فيه التحسيس والتوعية وتغيير الوعي والتقافة مع الرفع من المنسوب العلمي للمواطن في إطار تأطير ديال هذا الحزب هذا وتانيا المسامة في شألال ينبغي أن ينطلق من رؤية واضحة ومن خطط واضحة ومن برامج واضحة لكن جواء خبراء وأطور الحزب في إنتاج مشاعرية ليست قوانين فقط ولكن الأهم من ذلك أن تأتيك بدخل الحزب ونت عندك برنامج حول الحماية الرقمية والتحصين الصيبراني هكذا كيف نشتغل الأستاذ الكرم في نظرك هل الأحزاب المغربية قادرة على مواجهة تحديات رقمية المستقبلية السؤال سهل وصعب يمكن أن نقول سهل بناء على ما نعرفه من المعطيات التي يعرفها جميع الناس في جميع المغربة على الحزب السياسي المغربية وصعب لأن الحزب السياسي المغربي هو عبارة رقمية المغربية على مستودي المستودي 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 المستوديات تبقى تنبؤات وقراءات وتطلعت لا أقل أو لا أكثر في غياب دراسة يعني وعدها أنا كنطلب من الجهاز الحكومي أنه يقوم بواحد دراسة أو يعطينا لاما يشركنا كقطاع خاص كمقاولات يشركنا في تدبير المسائل الرسمية المتعلقة بالحماية الرقمية وتحسين الصيبير مثلا هذه الدراسة للقناة التي عاوننا ك data corporation في إنتاج هذه الدراسة من واقع الأحزاب السياسية وتحديات الرقمانة واقع الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالرقمانة والحماية المعلوماتية وتحسين الصيبيراني والقدرة لهم على المواكبة هذه الدراسة لأنها لديك انتدابة لديك كيانات بالضرورة ليس بالختيار بالضرورة أنها ستساهم في تدبير هذا المجال الحساس وأعتقد شخصيا بمعرفتين متواضعة في المجال السياسي والحزمي أن الحزاب المغربية غير قادرة بدا أنها تواكب هذه الطفرة العلمية الرقمية والتحديات والإراسات والمخاطر العالية حماية المطاياة والتحسين الصيبيراني شوف الجسم السياسي المغربي شاخ شاخ الآن هذا ما يقى لعل هذا الموضوع هذا سيكون واحد المناسبة لإعادة هيكلة الأحزاب وإعادة تحتم الفهم الشزب تماما sweet نحن نتكلم عنها خصنا المقر وخصنا الفروع وخصنا كذا رأى فلسفات الشيزب كلها ستتغير إديولوجيات الشيزب ستتغير أدوات الشيزب ستتغير عقليات الشيزب ستتغير التنظيم الداخلي للحيزب سيتغير القانون الداخلي للحيزب سيتغير من فهم الأمانة العامة الآن نحن نتحدث على الإشارات الجامعة عبر الوسائل التواصل المتواجدة التي تسمح بها الرقمانة وكذلك على مستوى حماية وهناك نتكلم عن الخاص الذي يخص الحيزب السياسي لديها معطاية شخصية لديها معطاية حساسة كان فيهم الأحزاب التي دخلت للدولة وتعرفت على أسرار ومنقلتها معها كحزب مشارك وخصت تحمى ولا مكانش في حمية تختارها من طرف الأعداء فأنا أعتقد أن الأحزاب المغربي ثم إلا تكلمنا أعداء فيما يتعب على حزاب الكبرى لها تاريخية ودولة نحترمها ونقدر تاريخها والتي أسددت الكثير للمشتمع المغربي لكن اليوم غير قادرة لإصداء خدمة أخرى للمغرب كما أسددته في السابق دون أن تحدث على الأحزاب الصغرى وهي حزاب الصغيرة التي تكون في انتخابات وغير ذلك ستعقيد المشاهدات التي تتعقيد المشاهد في هذا المجال ويكون حزاب مجالات أخرى إذا فتنكي المؤسسة أخرى أخذ النقابات مثلا النقابات التي في معظمها أصبحت أدرع الحزاب السياسية النقابة تفاول الآن أو تحاول الآن طرف الحكومي ولكن يرى ما تناقش المستقبل لهذه الوظيفة لهذه الموظفة أو هذا المستخدم لك تحاول من أجل تحسين الوظائف يروج لك الوظيفة ستبقى لأنها عدد كبير من الوظائف ستنمحي بالدكاء الاصطناعي نعم تماما تماما ودي المبرمج وإن شاء الله حلقة بلا أستاذ كرام شكرا جزيلا أستاذ كرام على كل هذه التوضيحات على وجه شكرا مشاهدين الكرام على حسن المسابعة ونقدر لكم موعدا جديد مع الأستاذ كرام